والآن إلى ذاكرة الأيام وأهم الأحداث العالمية التي وقعت في مثل هذا اليوم الثلاثين من ديسمبر في الثلاثين ديسمبر من عام 1616 نشر أول كتاب مطبوعة في كييف وتقول بعض المصادر أن دار طباعة لاوران نشرت الطبعة الأولى من كتاب تشاسوس لوف أي كتاب الساعات وهي كلمة ذات أصل قبطي تستخدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحتوي سبع صلوات تقام عن مدار اليوم في عام 1953 طرح أول تلفزيون ملون للبيع في الولايات المتحدة تمهيداً للاحتفال بمشاهدته في يوم رأس السنة الجديدة في عام 1981 اتهم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الاتحاد السوبيتي بالطورة في الأزمة السياسية الحاصلة في بولندا وعلن عقوبات اقتصادية ضد موسكو وإنهاء المفاوضات بشأن مبيعات الحبوب إضافة لفرض حظر على خط أنبيب الغاز الروسي عبر سيبيريا في 1999 أعلنت المحكمة الدستورية لأوكرانيا عدم دستورية مواد القانون الجنائي التي تنص على عقوبة الإعدام وبناء عليه قام البرلمان الأوكراني في عام 2000 بتعديل القانون الجنائي لأوكرانيا لإزالة عقوبة الإعدام من القائمة الرسمية للعقوبات الجنائية في أوكرانيا في عام 2011 وبعد أسبوعين من وفاة الزعيم الأكبر لجمهورية كوري الشعبية الديمقراطية كيم جونج إيل تولى ابنه الأصغر كيم جونج أون البالغ من العمر 28 عاما مقاليد الزعامة من مواليد هذا اليوم من عام 1975 تايجر وودز لاعب جولف أمريكي حائز على 71 لقب بطولة احترافية ويعد أحد أبرز الرياضيين في العصر الحديث